بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إسلامنا دين الآداب والقيم إسلامنا دين الذوق العام يدعو إلى أن يعيش الإنسان بخلاق فاضلة مع الغير في كلامه مع الناس في نظراته إليهم في حديثه عنهم إلى غير ذلك يتسم بالأدب ويتسم بالذوق الذي ينم عن كونه مسلماً مؤدباً حتى في طريقة تناول الطعام والشراب علمنا إسلامنا أن يتناول الإنسان طعامه وشرابه بذوق رفيع فلا يأكل بنهم يجعل نفسه موضع انتقاد الآخرين قال الله سبحانه وتعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَنَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْشِدُنَا إِلَى هَذَا الْأَدَبِ فقال صلوات ربي وسلامه عليه ما ملأ ابن آدم وعاء شرًّا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه هذا هو تعليم إسلامنا لنا حتى في تناول الطعام والشراب نعم ولذلك في حديث عمر ابن أبي سلامة قال كنت غلامًا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تطيش في الصحفة فقال رسول الله وهو يعلمه يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذا هو تعليم إسلامنا لنا لنتعلم الذوق في جميع ميادين الحياة ونواحي ومناحي دنيانا حتى في الملبس قال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يلبس الإنسان ملبساً نظيفاً طاهراً طيباً قال فعلاً يخدش حياء الناس أو يحرج الآخرين لأننا سنسأل أمام الله تعالى عن سمعنا عن نظرنا عن فعالنا عن أقوالنا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً من الذوق العام الذي يدعونا إليه إسلامنا ألا نحرج الغير عدم الإحراج وأن لا نعاتب عتاباً شديداً ربما يصل إلى البغضاء وإلى الكراهية إن نبينا عليه الصلاة والسلام ساعة لم يعرف الأعرابي الحكم فتبول في المسجد علمه رسول الله ولم يحرجه النبي عليه الصلاة والسلام وساعة رفع الصحابي صوته في الصلاة قائلاً لأخيه يرحمك الله علمه النبي عليه الصلاة والسلام تعليماً كله أدب كله ذوق كله إحساس ومراعاة لمشاعر الغير إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما رأى قوماً قد أوقدوا ناراً وهو ينادي عليهم لم يقل يا أهل النار وإنما قال يا أهل الضوء إن سيدنا الإمام الحسن والإمام الحسين رضي الله عنهما أراد أن يعلم الرجل الوضوء فقالا له تعالى وَاحْكُمْ بَيْنَنَا مَنِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ أَحْسَنَ فَتَوَضَّأَا فَقَالَ وَاللَّهِ أَنَا الَّذِي لَا أُحْسِنُ الْوُضُوءَ علَّماه بذوق بأدب أحبة الأكارم هذا هو ديننا دين الأدب دين الذوق دين يدعون أن لا نحرج الآخرين يدعون إلى مراعاة شعور الآخرين أسأل الله تعالى أن يجعلنا على الدوام أهل أدم أن يجعلنا على الدوام أهل ذوق ورفعة واحترام وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله